سلام عليكم تركيب الأسطرة البولية من المهارات الأساسية اللي لازم أن أي ممرض أو دكتور يكون بيعرف يركبها رقم 1 بنجهز ترابيزة أو ترولي علشان نحط عليه الأدوات اللي احنا هنستخدمها وهنغسل إيدينا كويس بالمية والصابون رقم 3 بنجهز الأدوات اللي احنا هنستخدمها وكل الأدوات كتب لك اسمها بالعربي وبالإنجليزي وهنعرف شكل واستخدام كل أداة منهم وأحنا بنركب الأسطرة بنشرح الإجراء للمريض علشان يتعاون معنا وبنضع في وضع الصباين بوزيشن أو وضع الركود وهنكشف المكان اللي هنركب فيه الأسطرة وهتغسل إيدك بالكحول اللي انت مجهازه جنبك وهتلبس جلافز معقم وهنضع مفرش تحت المريض علشان نمنع المية إنها توصل للمرتبة ولو ممكن إننا نضع غطاء حوالين المنطقة اللي هنركب فيها الأسطرة ده طبعا هيكون أفضل هنبلل شاش أو قطن بمحلول ملح وهنبدأ نمسح العضو من الأعلى للأسفل قطعة الشاش أو القطن بنستخدامها مسحة واحدة وبعد كده بنغيرها بقطعة تانية لحد المنطقة ما تبقى نظيفة تماما وهنحقن من 3 إلى 5 سنط جيل مخدر في فتحة البول وهننتظر حوالي 3 دقايق لحد ما المخدر يبدأ يشتغل هتمسك الأسطرة بتاعتك بالإيد اليمين وعايزك تلاحظ حاجة مهمة الأسطرة بيكون فيها مخرجين أو فتحتين الفتحة رقم 1 دي اللي بنركب فيها كيس مجمع البول والفتحة رقم 2 دي اللي بنسبت بيها البلون وهنعرف إزاي دلوقت هتمسك كيس مجمع البول ولاحظ إن بيكون فيه غطى هتزيل الغطى وتوصله بالأسطرة لحد ما يكون بالشكل ده وتأكد إنك أغلقت كيس مجمع البول من الأسفل لإنه لو مفتوح البول هيبدأ يخرج برة جاه السرينجة 10 سنط هيكون فيها مياه معقمة اللي هي بتكون موجودة في أمبولات المياه وممكن إنك تستبدالها بعشرة سنط محلول ملح وهتحقنها في المكان المخصص لها في الأسطرة ولاحظ هنا إن فيه بالون أو أنبوبة بدأت تظهر والبالون ده هو اللي بيمنع الأسطرة من إنها تخرج برة بعد ما بنركبها وهنسحب الكمية اللي احنا حقناها وهنحتفظ بيها لإننا هنستخدمها مرة تانية هنمسك الأسطرة بالإيد اليمين وهنضع جلة على الأول 5 سنط منها وهنمسك العضو بالشكل ده وهنسحبه سحبة بسيطة وهنبدأ بإدخال الأسطرة ببطء وهنستمر في الإدخال لحد ما يظهر عندنا بول في كيس المجمع وهنحقن العشرة سنط مية اللي احنا احتفظنا بيهم مرة تانية وهنسحب الأسطرة سحبة بسيطة علشان البالون اللي انتفخ جوه يسد عنك المسانة كويس والبول ما يتصربش برة وهنضع كيس المجمع أسفل مستوى المريض لإن ده هيساعد على نزول البول وبعدها نرفع كل الأدوات ونغط المريض وبنسبت الأسطرة على فقد المريض بشاش أو ببلستر وأحيانا بيكون متوفر في الصيدلية مسبت جاهز للأسطرة وآخر خطوة أننا نخسل إيدينا مرة تانية بالمية والصابون وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وأتمنى لو استفدتم ما تنسوشوا اللايك والاشتراك علشان يوصلوكم كل جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة